التصعيد السياسي الذي تنتهجه دول أوروبية ضد روسيا يجري بوتيرة متسارعة حيث عمد غير بلد أوروبي إلى طرد دبلوماسيين روس على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا فرنسا استدعت السفيرة الروسية في باريس لإبلاغه بطرد 35 دبلوماسيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي بحسب وزارة خارجيتها أما إسبانيا فطردت 25 دبلوماسيا روسيا وحدت كل من السويد وإيطاليا حذو ألمانيا بينما طردت ستوك هولم ثلاثة دبلوماسيين روس لأن عملهم لا يتوافق مع القواعد الدولية بحسب خارجيتها لتشاطرها إيطاليا العدد ذاته لأسباب قال وزير خارجيتها إنها تتعلق بالأمن القومي بينما طردت برلين 40 دبلوماسيا روسيا وتوعدت بخطوات أخرى بالاتفاق مع شركائها إزاء روسيا تأتي عمليات الطرد هذا بعد إعلانات ممثلة في الأيام الأخيرة من دول عديدة في الاتحاد الأوروبي حيث أعلنت لتوانيا طرد السفير الروسي في فيلينيوس في المقابل توعدت روسيا بالرد على خطوات هذه الدول الأوروبية حيث أكد لكريملين أن طردت دبلوماسيين الروس من أوروبا قصر نظر فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفاداف إن رد بلاده على طرد دبلوماسيها من دول غربية سيكون بالقوة نفسها ومدمرا للعلاقات الثنائية